شكل الصالون الدولي بقصر المعارض في العاصمة فرصة كبيرة للشركة الوطنية للتعريف بمنتجتها الجديدة أمام المواطن الجزائري وظهرت شركات جزائرية جديدة تنافس الشركات المستوردة سواء في الأغطية أو الأثاث أو الإلكترونيك وأصبح اهتمامها بالأساس على تطوير وتعزيز هذه المنتجات في سياق التغيرات المناخية وكانت علامة تزيين الدار حاضرة بمنتجات جديدة في تأثيف المنازل وهي تشكيلة تقليدية وعصرية فيما عرضت شركات سام تكستيل لآخر البطنيات التي تصدر حالياً إلى كل من إسبانيا، فرنسا ومصر، تونس وليبيا مما جعل مسؤولها يطمح إلى تصنيع واحدة مليون بطنية في السنة لكل حال البرودوية تعنا هذه الكوفيرتاسة في دوبي دوميكات يعني دور كلها تقريب عشر سنين من اللي احنا في الميدان يعني تطورنا ودايما كل مرة نطور مثال في الحين يعني أصبحنا عملنا كم يقول نديفي الحقنا وين درنا البرودوية تعنا راح يدستيني لإكسبور على كل حال أنا أكسبورتي ذر لإسبان، ذر لفرنس، ذر الإيجيبت، التونس، ليبيا الحمد لله وقلت لك الحقنا وين درنا أنديفي، درنا أنبري أو بري دروفين دل إمبورتاتير، الأكسبور اللي حقنا وين نبيعه تقريب الأكسبور أو بري دي شنوا يعني هذه نعمة بالنسبة في العام نلحقوا في الحين حتى الـ 360 ألف يعني هم عاولين إن شاء الله نلحقوا المليون مليون بطانية بإذن الله إن شاء الله بالنسبة للسجاد هذه الحسيرة تعلبلاستيك اللي يستوردوها من مصر يعني في الحين صباحنا لكالتي تعنا يعني أحسن من مصر لأنهم يقدموا بالرسيكلة وحنا يقدموا بالماتير صحيحة على كل حال لأكوالي عملي 18 نسو مرحباً نحن نسو مرحباً لكتشفة لكي نسو مرحباً لكي نسو مرحباً نسو مرحباً نسو مرحباً لكي نسو مرحباً كانت حاضرة هي الأخرى في المعرض الدولي عبر تشكيلة جديدة من الأفرشة والأغطية التي تصنع في سيد موسى بل جزائر وللمعرض حسب المشاركين أهمية كبيرة في التعريف بالمنتجات الوطنية سيما وأنها أصبحت تتميز بالجودة